تحية لكل متابعين أينما كنتم صباح هذا اليوم كانت الأجواء باردة بشكل لافت بحيث كان هناك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال الليلة الماضية وهي سابقة تاريخية لم يسبق أن حدثت في السجلات المناخية يعني بمعنى آخر لم تتدنى درجات الحرارة بمثل هذا الحد أو إلى هذا الحد خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر وأيضا خلال فترة الفجر كان هناك تواجد لسقيع في مناطق قمم جبال الشراء وأيضا في السهول الشرقية ووصلت درجات الحرارة هناك إلى ما يقارب الثلاث درجات مئوية لكن مع مرور أوقات النهار كان هناك ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء بقيت أبرد من المعتد حاليا أجواء صافية مع 14 درجة مئوية والرياحية رياح شرقية هذه الليلة الأجواء بشكل عام تكون باردة في أغلب مناطق المملكة لكن مع أوقات الليل المتأخرة وأوقات الفجر تكون أجواء شديدة البرودة فوق مناطق محدودة من قمم جبال الشراء والسهول الشرقية ويحتمل خلال ساعات الفجر بأن يتشكل السقيع في هذه المناطق لذلك نحذر من تشكله خلال كما قلنا خلال فترات الفجر فوق مناطق من قمم جبال الشراء والسهول الشرقية الرياح تكون شرقية معتدلة إلى نشطة في عمان هذه الليلة درجات الحرارة متدنية وهي 10 درجات مئوية فقط 4 درجات في جبال الشراء و8 درجات في مدينة الكرك نهار الغد إن شاء الله هناك ارتفاع على درجات الحرارة لكن تبقى دون المعدلات بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية الأجواء تكون فوق المناطق الجبلية تكون مائلة للبرودة وباقي مناطق المملكة تكون خريفية لطيفة لكن تكون خريفية معتدلة إن شاء الله في الأغوار والبحر الميت وكذلك الأمر في خليج العقبة الرياح تكون شمالية في خليج العقبة وتثير الغبار والأتربة على فترات مع بقاء البحر هادئ أيضا هناك الرياح الشرقية تكون مثيرة للغبار في المناطق والطرقات الصحراوية درجات الحرارة لنهار الغد في عمان هي 23 درجة مئوية كذلك الأمر في دمشق وأيضا في مدينة القدس ونكمل درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ولنهار الغد 8 درجات فقط لهذه الليلة في رأس منيف أجواء باردة إربد 11 درجة في جرش 12 إلى 25 غدا الزرقاء 10 درجات هذه الليلة وتسع درجات في عجلون أصل 11 إلى 26 درجة مئوية وتكون أجواء صافية كما نشاهد مرج الحمام 23 درجة ودير على أجواء معتدلة مع 32 درجة البحر الميت 21 ترتفع إلى 34 درجة مئوية 24 في كل من الكرك والطفيلة والأجواء تكون خريفية لطيفة الأغوار 34 درجة البترة 24 في معان 8 ترتفع إلى 23 درجة خليج العقبة 34 هذه الليلة 15 درجة مئوية الجفر 26 كذلك الأمر في الأزرق لكن هذه الليلة 11 درجة مئوية مئوية الصفاوي 8 درجات ترتفع إلى 25 درجة وأخيرا أرويشد ما بين 8 درجات إلى 24 درجة مئوية تذكير بالأجواء خلال هذه الليلة 10 درجات مئوية أجواء باردة لكن تتحول إلى شديدة البرودة ما بعد منتصف هذه الليلة فوق مناطق محدودة من قمم جبال الشراء والسول الشرقية ويحتمل تشكل الصقيع في هذه المناطق يوم الثلاثاء هناك ارتفاع درجات الحرارة تبقى دون المعدلات والارتفاعات تستمر ليومي الأربعاء والخميس إن شاء الله لتعود لمعدلاتها السنوية طبعا عن 26 درجة مئوية وليلا أجواء لطيفة مع 16 درجة مئوية انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت شكرا والعودة لك الآن لنا اشتركوا في القناة